السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أجمل قصص القرآن كقصص أنبياء الله وبعض تفاصيل حياتهم لكننا لن نجد المعلومة الصحيحة والتفسير الحق حول ذلك إلا لدى صاحب علم الكتاب كله الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني هذا بيان جديد للإمام صادر بتاريخ العاشر من رمضان لسنة 1444 هجرية والموافق الأول من شهر إبريل لسنة 2023 بيان اليوم بعنوان رسول الله موسى وآل عمران من ذرية رسول الله يوسف سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الأنصار السابقين الأخيار وجميع المسلمين لرب العالمين ورمضان مبارك علينا وعليكم وجميع المسلمين وتقبل الله صيامكم وصالح أحمالكم وأفتيكم بالحق أن رسول الله موسى ونبي الله هارون عليهم الصلاة والسلام هم على أخوين ينتسبون إلى أبيهم الأول الأب لأبويهم وهو ينتسب في الأصباط إلى ذرية رسول الله يوسف عليه الصلاة والسلام كون رسول الله موسى ونبي الله هارون هم أبناء عمومة من ذرية إخوة أشقاء وإخوة من أم كون الأخ الأكبر هو أبو نبي الله هارون تزوج امرأة صالحة فأنجبت له هارون وأخته الأكبر من هارون ثم مات وهم لا يزالون صغارا ثم تزوجها أخوه ليقوم بتربية أبناء شقيقه فذرية شقيقه هارون وأخته ولذلك تزوج حرصا على تربية أولاد أخيه وحتى لا يتيتم من أبيهم وفراق أمهم ولذلك تزوجها الشقيق فأنجبت له نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بمعنى أن نبي الله هارون وأخته هم أبناء عم نبي الله موسى ولكنهم إخوة من أم فهم أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام وتزوجت أخت هارون أحد بني إسرائيل فأنجبت طفلا وهو من الأطفال الذين قتلهم فرعون في جيل موسى من بني إسرائيل الرضع موالد ذلك العام الذي ولد فيه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولذلك قالت أم موسى لأخته من أمه فبما أنك من المرضعات تدرين لبن فاذهبي إلى قصر فرعون كمرضعة لتأتيني بأخبار أخيك ما لم فسوف أذهب فأخبرهم أنه ابني فأرضعه لهم ببلاش وقال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن بمعنى أن هارون وأخته هم أكبر من موسى بل البنت أجدها أكبر من هارون وهارون أصغر منها ولكن هارون أكبر سنا من موسى ألا وإن المرأة المرضع وهارون هم أبناء عم موسى الشقيق أبيه وإخوة موسى من أمه عليه الصلاة والسلام وأما آل يعقوب بن عمران فينتسبون لذرية نبي الله يوسف كما ينتسب لذرية رسول الله يوسف نبي الله موسى وابن عمه نبي الله هارون وذلك كان سبب فتنة ذرية الأصباط العشرة من بني إسرائيل وسبب فتنتهم أن الله لم يبعث من ذرية الأصباط العشرة لا نبيا ولا رسولا وجميعهم من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام فذلك ما أغضب أمم ذرية الأصباط العشرة ولذلك كانوا يقترون الأنبياء المبعوثين الذين ينتسبون إلى ذرية يوسف حسدا من عند أنفسهم وقال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم فكذلك مكروا بأنبياء آل عمران كونهم ينتسبون لذرية يوسف عليهم الصلاة والسلام وآخر من قتلوا نبي الله يحيى ولذلك تم إخفاء تكليم نبي الله عيسى لقوم مريم وهو في المهد صبيا وذلك خشية أن يقتله بنو إسرائيل كونهم قتلوا نبي الله يحيى من قبله وهم يعلمون أنه نبي حملت به أمه وهي عاقر وأوحى نبي الله زكريا إلى بني إسرائيل أن زوجته سوف تنجب له ولدها وهي عاقر قاعد دخلت سين اليأس بسبب انقطاع المحيض منذ سنين وأن تلك معجزة من الله ليصدقوا بنبوة نبي الله يحيى معجزة خالقة من الله وأن الله قد جعله لهم من بعده نبيا وآتاه الله الكتاب والحكم والنبوة صبيا من بعد أبيه فقتلوه بنو إسرائيل حسدا من عند أنفسهم كون الله بعثهم من ذرية آل يعقوب بن عمران المعروف نسبهم إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فهم لأنبياء آل عمران كارهون بسبب أنهم من ذرية رسول الله يوسف عليه الصلاة والسلام وسبب فتنتهم لماذا لم يبعث الله من ذرية الأصباط العشرة نبيا فكأن لهم الخيرة سبحان الله العظيم يخلق ما يشاء ويختار بل يبعثهم من ذرية نبي الله يوسف وكان ذلك سبب فتنة الأمم الأصباط ولذلك يقتلون الأنبياء من ذرية يوسف ولذلك قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم ومعنى قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم ويقصد في هذا الموضع بما لا تهوى أنفسهم كون الله يبعثهم من ذرية نبيه الله يوسف فذلك ما لا تهوى أنفسهم كونهم يريدون أن يبعثه الله من ذرية الأصباط العشرة فكان ذلك سبب فتنتهم فغضب الله عليهم ولعنهم وقال الله تعالى فبما نقضي نيثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لكي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنأتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم وربما يود أحد السائلين أن يقول يا ناصر محمد اليماني فما هو الدليل القطعي أن آل عمران وقومهم قد أخفوا على بني إسرائيل بعث نبي الله عيسى الذي كلمهم في المهد صبية فمن ثم نرد على السائلين أجمعين وأقول قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم فسألوا عقولكم فهل يحتاج نبي الله عيسى لمعجزات آيات التصديق حين بعثه الله بعد أن بلغ رشده فبعثه الله بكتاب الإنجيل إلى بني إسرائيل فماذا بعد معجزة مولود في المهد صبية عرفهم بشأنه يوم ولدته أمه فكلم آل عمران والصالحين من أبناء عمومتهم من ذرية أصباط أخي يوسف فهم آباء الحواريين الصالحين منهم وحتى لا نخرج عن الموضوع نعود لنبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وأسلم تسليما الذي عرف بشأنه في نفس اليوم الذي حملت به أمه بكلمة من الله كن فيكون فولدته في نفس يوم الجمعة كونها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صباح يوم الجمعة مكانا شرقيا فاتخذت من دونهما حجابا لتتعبد بدك ربها وفي نفس اللحظة تنزلت عليها الملائكة والروح فيها فتمثل لها الروح القدس الشبريل بشرا سويا يهب لها قول البشرة من الله أن الله يبشرها بالمسيح عيسى بن مريم بكلمة من الله كن فيكون وقال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيل موتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فمن المفروض أن ينتظروا بني إسرائيل أن يكبراهم على أحر من الجمر مستعجرين بتكليفه بتبليغ رسالة ربه كونه عرفهم بشأنه وهو في المهد صبية وقال الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم إذن فلم يعد هناك داعي لمعجزة آيات التصديق برسالته لبني إسرائيل حين يكبر كونه كلمهم بنبوته وهو في المهد صبية فنستنبت أن آل عمران والحواريين الأولين اضطروا أن يخفوا معجزة تكليم نبي الله عيسى وهو في المهد صبية حفاظا على حياته من أشرار أصباط العشرة من بني إسرائيل كون بنوا إسرائيل قتلوا النبي الله يحيى قبيل بعث نبي الله عيسى برغم أن نبي الله يحيى معجزة من الله في حمله وهم يعلمون بقصة حمله وأمه عاقر في سن اليأس وأخبرهم نبي الله زكريا بأن الملائكة بشرته بغلام اسمه يحيى وجاءوا باسمه من رب العالمين ولم يجعل الله له من قبل سمية فصدقه الله البشارة وحملته زوجة زكريا القاعد ووضعته وآتاه الله الحكم صبية ورغم ذلك قتلوه الأشرار من بني إسرائيل حاسدا من عند أنفسهم ولهذا السبب تم إخفاء تكليم نبي الله عيسى وهو في المهد صبية فكلم آل عمران وقومهم من أبناء عمومتهم آباء الحواريين على ذلك من الشاهدين وكانوا في عزلة عن قبائل الأصباط عيشين لوحدهم في عزلتهم بعيدين عن قرى القبائل العشر الذين يؤذونهم من ذرية الأصباط العشرة من قبائل بني إسرائيل ولذلك فنعزلوا آل عمران والحواريون معهم في عزلتهم ثم تسنت لهم فرصة كتمان تكليم المسيح عيسى في المهد صبية حتى حين يبعثه الله خشية أن يقتلوه الأشرار من بني إسرائيل كما قتلوا نبي الله يحيا من قبله ولذلك لم تتم حاجات بني إسرائيل بالتكليم في المهد صبية كونهم لا يعلمون وبعد أن كبر عيسى بن مريم وصار يتنقل بين الناس من قبائل بني إسرائيل سألوا عنه فقيل لهم أنه ابن مريم ابنة عمران وأنه تكلم وهو في المهد صبية أنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبيا فقال قبائل الأصباط أتستقفون بعقولنا؟ بل أتت مريم فاحشة مبينة ولم يصدقوا أن هذا الشاب المسيح عيسى بن مريم معجزة من الله بل قالوا مؤكد أن مريم ارتكبت فاحشة فأنجبت هذا الولد الشاب المراهق فلم يأبه له أو يجعل له أي أهمية أو حتى يفكر بالمكر به كونهم معتقدين جازمين أن مريم أتت فاحشة الزنا وقدسها الله مما قالوا وقال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بفتانا عظيما صدق الله العظيم فقذفوها بالبهتان فبرأها الله مما قالوا حين آتاه الله الإنجيل وأيده الله بمعجزات التصديق لنبوته ليصدقوا دعوته فمن ثم علموا أنه حقا تكلم في المهد صبية بعد أن أرسله الله إلى بني إسرائيل وأيده بالمعجزات الخارقة الكبرى فمن ثم علموا أنه حقا رسول من رب العالمين فتيقنوا أن قصة التكليم في المهد كانت حقا وتبين لهم أنه رسول الله ولذلك أيده الله بمعجزات التصديق فدرأ عن أمه شبهة بهتانهم على مريم عليها الصلاة والسلام فعلموا أنه حقا رسول الله بل علموا أنه تكريم عظيم لآل عمران أكبر من كرامة نبي الله يحيا فعلموا إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله ولذلك أرادوا المكر برسول الله ولذلك قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ونستنبط أنه تبين لقبائل العشرة من بني إسرائيل أن مريم لم تنجبه بسبب فاحشة الزنا كما كانوا معتقدين جازمين فعلموا من بعد تكليفه وتأييده بالمعجزات كمثل أحياء الموتى فعلموا أنه رسول الله وأن قصة التكليم في المهد التي ظهرت على الملأ مؤخرا بعد أن صار شابا يتنقل في بني إسرائيل فتبين لهم أنها فعلا كانت قصة صحيحة تم إخفاؤها عليهم منذ أن ولدته أمه وتبين لهم ذلك حين أرسله الله فأيده بآيات الممجزات الكبرى للتصديق فعلموا أنه الحق من ربهم فما زادهم إلا رجسا إلى رجسهم بسبب الحسد من عند أنفسهم لأهل عمران تصديقا لقول الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم ورمضان مبارك علينا وجميع المسلمين ولنزل نؤكد للعالمين بأن ما كتبناه من البيان الحق للقرآن العظيم فسوف يرون آيات التصديق على الواقع الحقيقي لا شك ولا ريب متى ما يشاء الله رب العالمين وإلى الله ترجع الأمور تصديقا لقول الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم خليفة الله على العالم بأسره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني